أشعة الشمس وهي تتنغم مع سنابل القمح أضفت جمالا أخاذا يبهج الناظر إليه هناك مشهد آخر المزارعون ينتظرونه كل عام عن لحظات الحصاد نتحدث فكيف إذا كان الحصاد وفيرا؟ من ولاية سنينة تلخصت تفاصيل المشهد هذا وهناك مشاهد أخرى شملت ولايات المحافظة الثلاث طبعا هذا المشروع حقيقة مساحته تتعدى حوالي 200 فدان وتم زراعة حوالي 150 فدان في هذا الموقع والآن نستخدم الحصاد الكومبين التي تقوم بحصاد وأيضا فرز الحبوب بنفسها لتفعة المساحة الحقيقة هذا العام في حدود 500 فدان نأمل أيضا العام القادم الموسم 2024-2025 أن ترتفع المساحة لأكثر من ألف فدان المساحة المزروعة في المحافظة للموسم الزراعي الحالي 2023-2024 بلغت 200 فدان مسجلة بذلك ارتفاع ملحوظا مقارنة بالموسم السابق ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإنتاج بكمية بلغت 250 فدان التركيز هذا الموسم سيكون على المساحات الاستثمارية والمساحات الكبيرة الحمد لله بدنا عملية الحصاد بعد معاناها طويلة عانناها في الماضي اللي هي تاخير الكهرباء وعدم الطرق المهيئة وكذلك الشبكة وبالنسبة للحصادة نفس الحال الحصادات غير مهيئة أصبحت تحصد معانا وتنثر الحب فنفقد كمية كثيرة في الحصاد وكذلك الرسوم التي على المستثمر لأن هذه الرسوم نحس فيها أنها مرتفعة ونعمل أنها مزيد من الدعم الأصناف المزروعة تعد من الأصناف الموصى بها من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من ناحية الإنتاجية في وحدة المساحة تستخدم في ريها طرق حديثة أهمها طريقة الرش إضافة إلى استخدام طريقة الري المحوري في المشاريع الاستثمارية وأشارت الأرقام الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى ارتفاع نسبة إنتاج القمح في سلطنة عمان في العام الزراعي الماضي 2022-2023 بنسبة بلغت 229% إضافة إلى ارتفاع عدد المزارعين في العام الزراعي الحالي بنسبة 24% أنور بن زاهر الغريبي من ولاية السنينة محافظة البريمي